موسيقى أولا أنا جيد سعيد بالحضور ديلي معكم اليوم المشاركة ديلي في البرنامج ديالستارلايت جاس أولا أنا مشي أنا اللي دفعت كنوا عد الصديق ديالي هو اللي دفع الستيمارة وتكلف تنتفاجأ أنهم تصلوا بي باش ندوز تجربة الأداء اللي في اللول كنت قريبا شي 8000 واحد من مورها جدك شي طابة ريطة حتى وصلنا للحلقات اللي غايدوزوا في التلفاز صراحة ديالله الحلقة ديلي اللولة في برنامج ديالستارلايت كنت شاركت بأغنية في ميشيت خالاص وهي الأغنية القريبة القلبي وزيزة عليها كان خسارها لي الأستاذ نبي الخالدي والأستاذ عبدالله أنوار اللي كان وجه له متاحية من هذا الممبار صراحة جدا تساعد بعض الأغنية الجوج حواج اللي عمنا عزيزة عليها والحاجة التانية لأن الوليدة كانت تتحضر معايا وأول مرة قدي تسمعني قدي نغني شي عاجة وخصوصا أغنية اللي محترمة وزوينة بحالك كان عاجبني لها الحلقة اللولة دست زوينة كنت ديت فيها بخمسة ديال طواو بشاهدة ديال الجامعة كنت أداء زوين وأنا كنت مرتاح وكن كل شي الحلقة التانية كانت الموجهة ديالي مع الصديق صديق ديالي عمار الميموني اللي كان وجه له تحيين من هذا الممبار الاختيار الأغنية كانت جاتنا راني مالاليز البولبول أغنيات الرأي في المغاري بش كل ما كيعرفه شاب رايان الأغنية عزيزة علي صراحة الله ولكن أنا عندي واحد أصبق لي وقلتاف في الانتيرفيو بلدرين نفدو زيب أنا عندي حساسي وشيبنات لغاني صون شي مونطال بززاف ما تنربطون شوي بالحياة ديال الشخصية كانت أغنية جميلة ما توفقش فيها صراحة الله قدر يكون مكتش في نهاري كماشي يقوله عمر صديق ديالي كان متفوق المهم نحنا كنا مركزينش كتر ما أننا كنا مركزين على أننا نخلقوا واحد دياليو زوين بذيك الأغنية وذيك شي اللي وسطنا له بالفعل بالفعل كانت كانت لوعود تقريبا من التقم كامل ديال القناة الثانية تقريبا جميع المشاركين اللي كانوا كلهم أصواتهم جميلة يعني بقينها في الأول تقريبا ثلاثين واحد نمورها ستاش اللي اللي تزول اللي تأهلوا منهم الأصدقاء ديالي كلهم أصوات ديالهم جميلة بيدون ستتناء يعني كانت وعود ما شامل قتلك التقم ديال القناة الثانية كامله كانوا وعدونا إن شاء الله بأننا وعدو يبقى واحد تشبه وعدو يبقى واحد وبغاونا أصلا نستمر يعني مدم أنهم مددونا اليد أننا ندوزوا في برنامج بحال وكايلة وأننا يعني عندنا ذلك المشاركين اللي كانوا وقاع معنا عندهم شبارك الله القدرة أنهم يبصموا في الساحة المغربية إن شاء الله على شلال ماذا يساعدون بالنسبة لي في الحلقة الأولية قبل أن أصبح كانت فيه قاعدنا ضروري أن تقلب على قراءة أدل ما ضروري القراءة ديالي تجلتت لي وشبكت تقلب عليها كانت واحدة لبنة هي أنا ما بقيت لجوجة دقيقة بمجردت قليل فقدت تقلب عليها ويقلبوا عليهم لا يقلقونيش ويسرين المسكين الجاي طالعا ويقلقوني في دوزين فينا ويقلقوني الفوق ويقلقوني على قراءة الماء يلا رغط العداب تعالوا ما هو ضروري ضروري أنت معي قراءة الماء لا يمكنش هو الصراحة الصراحة أنا كان رتاح في الطربي وفي الأغاني في الأغاني القديمة ولكن إن شاء الله مستقبالا ضروري من الأغنية الشبابية ونحاول نزيد أحد اللمسات ديالي بسيطة تكون زوينة باش إن شاء الله نوصل القلوب ديالي الناس حكا إلا اختارت نمط الغناء ديالي ويكون مغير وحاولت نوصل به ما يقدر نكون نقدر نقوله ديك الساعة نقدر نكون عدل درس الخطوة اللولة ديالي في المجال اللي فيني صراحة يشوف البرامج هو شيء مهم لأنك فنان وعاد بادي يخصك الخطوة الليلة تخرج من الضل والضو وهذا هو الدور ديال هذا البرامج يعني يخرجوك من واحد الانتورج اللي يعرفوك ناس قلال ويخرجوك لأنه يعرفوك المغرب ولا يعرفوك العالم العربي ولا العالم يعني المرامج لها دور مهم أنها تخرج الفنان من الضل من الضل أنا مبغيش نحرق المراحل إن شاء الله ستار ليس كان بداية وكان اعتز أنني نضيف هال المشوار ديالي كأنه فنان عد بادي إن شاء الله باقي عندي مصاركات إن شاء الله خارج المغرب وداخل المغرب وانتمنى أنهم يرضيوكم يكونوا حسن إن شاء الله أنا حالياً كان نوجد العديد إن شاء الله من اللي كوفر كان نحاول نتشكل عليه بالأغاني قديمة ونعود نخرجهم بطريقة جديدة وإن شاء الله في نفس الوقت عندي إن شاء الله نخرج أغنية ولجوج ديال الأغانيس قريباً لأنا إن شاء الله في طور الاستعداد باش نكملهم إن شاء الله وقد نخرجهم من الصدق شحال كنت تجي في بالي وحشك يغليب علي نبكي ونقول مالي عشداني لهجريا لأنا إن شاء الله فرقاتنا الغربة مكتب الله علينا لأنا لا يهتم بكيش يا أمي متي است shitty اشتركوا في القناة